التقى القائمون على موقع تحقق الألكتروني والذي أطلقته وزارة الإعلام بعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في جامعة الكويت البحث الملتقى سبل التعاون مع المختصين وذلك ضمن جهود مشتركة في محاربة الشائعات خصوصا في أوقات الأزمات التي يشهدها العالم خلال هذه الفترة هذا التقرير ونعود لكم تناغما مع الجهود الحكومية لمحاربة الشائعات فريق حملة تحقق في وزارة الإعلام يلتقي بعدد من أساتذة الإعلام بجامعة الكويت وذلك لبحث سبل التعاون في محاربة الشائعات عبر موقع تحقق الإلكتروني الحكومة دائما مشكورة دائما تنصح بالتحقق من المصدر الموثوق يعني لا تأخذ المعلومة بها المصدر الموثوق الآن عندي أنا معلومة كيف أتحقق منها أدخل بهذا الموقع الذي جمع لي كل المواقع العالمية وأشهرها وجعلها في قالب واحد أنا أتحقق منه موقع تحقق أعتقد تدخل ضمن إطار التربية الإعلامية اللي كنا ننادي فيها كثيرا التربية الإعلامية هو فن التعامل مع وسائل الإعلام فاليوم هذا الموقع أعتقد راح يساهم كثير في قضية الكشف عن الحقائق خصوصا عندما نتعامل مع الكلمة والصورة والمطبوعات مثلا الاستفادة من موقع تحقق الإلكتروني تبرز خصوصا مع الأزمة الصحية العالمية التي تصاحبها العديد من الشائعات المتداولة دوليا ليكون حاجزا يمنع انتشارها كل اللي يأخذ منك دقيقة وحدة أنك تتحقق تشوف هل هذا الخبر صحيح قبل الله أن أنشرة خاصة في الظروف هذه عندنا أن الأخبار والإشاعات تنتشر بشكل كبير فعندنا توقف الإشاعة ونقدر طريقة سهلة جدا أن نوقفها بمجرد الوصول إلى هذه الروابط وتم بسهولة الآن المسؤولية كبيرة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا ورؤساء تحرير الصحف الإلكترونية والحسابات الإخبارية من خلال التحقق من الأخبار قبل نشرها وكذلك العمل على تدقيق الأخبار الموجودة بالفضاء الإلكتروني المحلي والعمل على دحض أي شائع قد تكون بهذا الفضاء بهدف تطوير ووضع إطار أكاديمي لهذا المشروع حمل التحقق اللي دشنا معالي وزير الإعلان وزير الدولي شؤون الشباب محمد الجبري مشكورا لأسبوع الماضي يعني أحد نتائج هذا اللقاء أن قد تكون هناك أحد أشكال الشراكات مع الأساتذة الأكاديمية من خلال وضع رؤية أكاديمية مستقبلية لمشروع مكافحة ومحاربة الإشاعات تحقق حملة تحقق أتت ضمن جهود حكومية مشتركة لزيادة وعي المتابعين بأهمية المشاركة المجتمعية لمحاربة الشائعات خالد الأصفر تلفزيون دولة الكويت